اهرامات السودان المنسية كلنا نعرف ما هي الاهرامات المصرية القاصي قبل الداني والصغير قبل الكبير والإنسان العادي قبل عالم الأثار ولكن ما الذي نعرفه عن أسرار وتفاصيل الاهرامات السودانية هل كنت تعلم بأنه توجد أهرامات في جنوب السودان بغاية الروعة والإتقان المعماري؟ سواء كنت تعلم أم لا ننصحك بمتابعة هذا المقال هناك في عمق الصحراء الكبرى ترتفع أهرامات حجرية ضخمة نصبا تذكارية لملوك قدماء تلك الأهرامات ليست موجودة في مصر وإنما بعيدا نحو جهة الجنوب في السودان ولكن هذه الأهرامات غير معروفة من قبل باحثي الآثار أو من عامة الناس بعكس نسخة الأهرامات المصرية المذيلة لها ترتفع تلك الأهرامات على شكل مجموعات متماسكة في مواقع كبيرة مختلفة مثل الكر، جبل البركل ومروي السؤال هو من الذي بنى هذه الأهرامات ولماذا؟ بنيت الأهرامات في السودان على مدى مئات السنين على يد حضارة كانت تعرف باسم النوبيين حيث تم غزو النوبيين في البداية من قبل المصريين وعلى مدى قرون عاشوا تحت سيطرة الحكم المصري بعد سقوط السلالة المصرية الحاكمة في حالة من الفوضى والاضطراب تحررت حضارة النوبة وأصبحت إمبراطورية مستقلة بذات نفسها حتى أنها قامت باحتلال المصريين لفترة من الزمن حافظ المجتمعين في تلك الحضارتين طوال تاريخهم المشترك على العلاقات التجارية والثقافية بطريقة واسعة مما أدى إلى تشهيد أهرامات السودان شهيد أول هرم النوبي حوالي عام 700 قبل الميلاد أي بعد وقت طويل من بناء أهرامات الجيزة وبعد سنوات عديدة من التبادل المستمر بدأ النوبيون بعبادة الآلهة المصرية كما أبقوا على الكثير من التقاليد المصرية أيضا بالرغم من تلاشي مصر ذاتها كقوة الأهرامات النوبية هي أصغر حجما يبلغ علوها أقل من مئة قدم بينما هرم خوف يمتد طوله إلى 440 قدما الأهرامات النوبية ذات من حضرات شديدة وذلك نتيجة لعملية البناء النوبية القائمة على آلة الشادوف آلة الشادوف عبارة عن رافعة أوزان بسيطة يتم تعيينها في الوسط والهرم يكون محيط بها والرافعة لا تصل سوى لمواضع معينة لذا يجب على قاعدة الهرم أن تكون صغيرة والجوانب الهرمية منحدرة البنية لا تنتهي الاختلافات بين الأهرامات السودانية والمصرية عند هذا الحد إذ قامت في عام 1897 بعثة استكشافية بريطانية بالتوجه إلى جبل البركل للتنقيب داخل الهرم وسرعان ما اكتشفت البعثة بأنه لم يكن هناك حجرة دفن على عكس ما هو متوقع في مصر في الحقيقة كانت حجرة الدفن تقع تحت الهرم وبالتالي فإن الأهرامات النوبية بدلا عن كونها مقابر كانت شواهد قبور هائلة حقا تلك الشواهد مترصة جدا من بعضها مصطفة بعناية بمحاذاة بعض النجوم تملك الأهرامات جوانب صلبة مع مركز تعبئة فهي نموذج فعلي للهرم المستخدم في أمريكا الوسطى على النقيض من كل ذلك اكتشف العلماء مؤخرا كيف أن الأهرامات المصرية بنيت باستخدام الرمل الرطب للأسف فإن البراغماتية التي يتصف بها المعماريون النوبيون لربما هي السبب في تراجع المعالم الأثرية استخدم النوبيون أحجار صغيرة الحجم مما اعتبر مصدرا مناسبا من مواد البناء وتم البحث عن العديد من تلك الأحجار بين النفايات علاوة على ذلك أشارت البعثة في العام 1897 أن هناك الكثير من الأهرامات قد تم اقتطاعها حدث ذلك التشويه في عام 1834 وهو من اقتراف صائد الكنوز الإيطالي جوزيبي فريليني الذي وجد الذهب تحت هرم في مروي وعلى أمل العودة بالمزيد من الذهب قرر إرباك خصومه من خلال تدمير قمم الأهرامات هذا النوع من النهب نفسه سوف يحدث لهذه الأهرامات في المستقبل بمختلف أماكن تواجدها ومن دون أي فائدة لسوء الحظ فإن الاقتطاع الحاصل يجعل الهيكل الداخلية للأهرامات عرضة للعوامل الجوية المؤذية وبعض تلك الأهرامات الجبارة قد تعفنت حرفيا من الداخل إلى الخارج نأمل فقط أن يتم التغلب على إرث الجشع لدى الأجيال القادمة ترجمة نانسي قنقر